بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن النية هي الباب وهي المفتاح الذي من خلاله يأخذ الإنسان الثواب أو يمنع عنه والحق سبحانه وتعالى إنما يجزي على قدر الإخلاص في هذه النيات يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى وهنا نريد أن نقف وقفة عميقة مع هذا النفس المحمدي الشريف حتى نستنبط منه مجموعة من الكنوز المعرفية التي تتعلق بهذا النفس الشريف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى نستطيع أن نستنبط ابتداء أن النية هي الركن الرقي في قبول الأعمال وفي الثواب عليها وإذا كانت النية تعني القصد فإن الذي يعود على عمل الإنسان إنما يتعلق بقصده فإن كان يقصد بهذا العمل منفعة دنيوية فإنه لا يعود عليه إلا تلك المنفعة الدنيوية أما إذا كان القصد من عمله التقرب من الله عز وجل فإنه بذلك يكون صانعا للخير في الدنيا وينال الثواب والأجر من الله عز وجل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يريد أن يخبرنا أن العمل الذي ترجم إلى عمل قبل أن يترجم إلى عمل كان مجرد فكرة فهناك فكرة قد تريد إلى الذهن أو خاطر قد ينزل على القلب هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كأنه صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى فقه الاستدعاء ما هو فقه الاستدعاء هناك فكرة قد تريد إلى الذهن أو خاطر ومعنى يعبر إلى القلب وينزل فيه فحاول هنا أن تجعل الله في خاطرك اجعل الله سبحانه وتعالى في خاطرك مع بداية الفكرة مع بداية الخاطر الذي سيترجم فيما بعد إلى عمل في الحقيقة إلى عمل في هذا الوجود الفعلي اجعل الله في خاطرك حاول ألا تجعل بينك وبين الله من يصدك عنه بل حاول أن تفكر كيف تقودك هذه الفكرة إلى الله سبحانه وتعالى كيف تصنع من خلال هذه الفكرة ما يرضي الله عز وجل كيف تستطيع من خلال هذه الفكرة أن تمنع شراً أو قبحاً أو فساداً فإذا استطعت أن تفعل ذلك فأنت قد نجحت في ألا تجعل بينك وبين الله حجاب وأتى تصرفك موافقاً للمراد الإلهي وصانعاً للجمال في هذا الكون هذا ما أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فحاول أن تجعل الله في خاطرك مع وجود الفكرة مع مرور هذا الخاطر ومن هنا نقول حتى يصل الإنسان إلى النية هناك مجموعة من المراحل يمر بها الخاطر الهاجس حديث النفس ثم بعد ذلك الهم والعزم والنية التي تقترن بالتنفيذ والعمل الخاطر هو عبارة عن معنى قد مر وعبر إلى القلب إلا أنه لم يستقر ولم يفكر فيه الإنسان كثيراً فهو مجرد مرور ومجرد عبور إذن الخاطر معنى من المعاني عبر وخطر على القلب لم يستقر فيه ولم يفكر فيه الإنسان أما الهاجس فهو معنى من المعاني خطر وعبر إلى القلب واستقر فيه وبدأت النفس تتردد وتتحدث فيه أما حديث النفس فهو معنى من المعاني التي عبرت وخطرت إلى القلب واستقرت وبدأت النفس تمتلئ به وتتحدث عنه حتى إنها بدأت تفكر في كيفية التنفيذ من عدمه إلا أنها لم تأخذ القرار بعد ثم يأتي بعد ذلك الهم والهم هو مرحلة اتخاذ القرار معنى من المعاني عبر إلى القلب واستقر فيه وفكرت فيه النفس وأخذت مساحة واسعة من التفكير ثم بدأ يترجح ولديه أن يفعل أو لا يفعل فهي مرحلة اتخاذ القرار ثم يأتي بعد ذلك العزم وهو الذي يأخذ فيه القرار أفعل أو لا أفعل ثم النية التي تقترن بالفعل إذن هناك خاطر معنى من المعاني عبر ولم يستقر ولم يفكر فيه الإنسان هناك هاجس معنى من المعاني عبر واستقر وفكر فيه الإنسان هناك حديث نفس امتلأت به النفس وبدأت الحديث عنه وكيف أستطيع تنفيذه ثم بعد ذلك الهم وهو مرحلة اتخاذ القرار ثم بعد ذلك العزم وهو الترجيح بين أن أفعل أو لا أفعل ثم النية وهي التي تقترن بالفعل الثلاثة الأول الخاطر والهاجس وحديث النفس غير معتبرة لا في الطاعة ولا في المعصية لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الله عز وجل قد تجاوز عن هذه الأمة فيما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به كذلك الأمر المرحلة الرابعة وهي مرحلة الهم هذه المرحلة معتبرة في الطاعة وغير معتبرة في المعصية ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الإنسان منا إذا هم بفعل شيء من الحسنات والخير كتبت له وإذا هم بفعل شيء من السيئات ولم يفعلها كتبت له حسنا فهي معتبرة في الطاعة وليست في المعصية فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ومن هم بحسنة فقام بعملها كتبها الله له عشرة إلى سبعمائة ضعف أما من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة واحدة ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله له سيئة واحدة أما المرحلة الأخيرة وهي العزم فهذه المعتبرة في الطاعة وفي المعصية إذن هذه مراحل صناعة العمل عليك أن تبدأ من الفكرة وأن تجعل الله في خاطرك وأن تفكر كيف تستطيع أن تصل بهذه الفكرة إلى ما يرضي الله عز وجل إلى ما يصنع خيرا إلى أن تمسك شرا إلى أن تمنع فسادا أو قبحا هذا ما أراده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير العمل اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم